هاي الفيتامينز هي شي كتير مهم ما لازم يكون عنا ناقص فيه وكمان ما لازم يكون في عنا زيادة بالفيتامينز موضوع الفيتامين دي كتير متداول هيد الفترة لهيك نحنا سألنا وبحبشنا وجمعنا معلومات عنه سيدة لليوم معنا ورح يخبرنا كتير معلومات مفيدة عن الفيتامين دي وين من لقيه وشو بيصير فينا إذا ناقص فيه فهيد نصيحة أونلاين هاي أنا حسن الدروبي صيدلي اليوم بدنا نحكي عن الفيتامين دي بدنا نحكي عن عميات للفيتامين دي ونرجع ننتقل للبنافتس تبع الفيتامين دي وسلبيات عدم وجود الفيتامين دي بجسمنا الفيتامين دي بشكل عام هو ليبوسوليبل فيتامين هو رابع فيتامين اكتشفوه كرميل هايك سموه الفيتامين دي يمكن لو اول فيتامين اكتشفوه كنا سموه الفيتامين اي اكتشفوه العالم املر مقلم هو ليبوسوليبل فيتامين ليبوسوليبل فيتامين معناتها فيتامين بيتدوب بالدهن مثل الزيت على سبيل المثال بدنا نحكي هلأ عن إيجابيات الفيتامين دي بجسمنا أول شي الفيتامين دي بيساعد بامتصاص الكالسيوم والفوسفيت اللي هنه عم بيكونوا المرتكزات الأساسية بالعظم ومن دونهم ممكن العظم يضعف ويتهيعلك البنفة الثانية للفيتامين دي أنه بيأثر على الاكتئاب وجود الفيتامين دي معلق كتير بهرومون السيراتونين اللي هو الهرومون المسؤول أنه الواحد يكون مكتئب أو لا كلمة على السيراتونين كلمة الواحد بيكون مش مكتئب لأنه الفيتامين دي وجوده عم بيحول مولكيول اسمه تريبتوفان لمولكيول اسمه سيراتونين وكلما عال السيراتونين كلما صار عنا عدم اكتئاب فالفيتامين دي عم بيكون معلق كتير بالاكتئاب وكلما كان متواجد الفيتامين دي كلما واحد كان مش مكتئب البنفة الثالثة للفيتامين دي كمان الفيتامين دي بيأثر كتير على ضغط دمنا لأنه عنا ضغط الدم بيتأثر على سستام بقلب جسمنا اللي حلمنا اسمه الرنان انجوتنسن سيستم كل ما علي الرنان بجسمنا كل ما ضغط دمنا زاد لانه الرنان يحافظ على الموليكول السوديوم في الجسمنا فبالتالي ضغط دمنا يزيد الـ-ivaideralty B كيف يصرع الـ-ivaideralty B منع تصنع الرنن وبالتالي دخمة وجود الرنن في الجسمنا وبالتالي لما يخف الرنن يخف السودوم وجواة وبالتالي يخف ضغط دمنا فيصف للعب دور كبير على ضغط بمساعدة ايضاة ضغط دمه رابع الطلاف هي انه كمان بيأثر على معدل السكر بدمنا وعا السكره بشكل عام لانه جسمنا معدل السكر بجسمنا بيتعلق كتير بوجود الإنسولين بجسمنا فالفيتامين دي بساعد بتصنيع الإنسولين بجسمنا بيزيد من الإكسبرشن يعني تصنيع الإنسولين بجسمنا وبالتالي كلما زاد الإنسولين كلما خف السكر بالدم ونحن بيعمل أبتيك يعني بيحتفظ بالسكر بخلايا الجسم مثل سكلتر المسلز والأديبوز تشو وبالتالي بيخفف معدل السكر ومش بس كمان الفيتامين دي بيشتغل بميكانيزم تاني انه هو كمان بيزيد معدل الرسابترات تبع الإنسولين يعني الرسابتر هو المطرح اللي بيقعد عليه الإنسولين وبالتالي بيزيد الإكسبرشن تبع هود الرسابتر وبالتالي بيزيد كمية السكر انه يحتفظوا فيهم بالخلايا ويشلوهن من الدم وبالتالي بيخفف معدل السكر بدمنا وبحافظ على معدل السكر الطبيعي بجسمنا نحن ذكرنا بعض محاسن الفيتامين دي مشكلهم وهلأ رح ننتقل لمساوئ عدم وجود الفيتامين دي نحن ذكرنا المحاسن المساوئ بيكونوا عكس المحاسن اللي ذكرناهن اللي هنه اول شي اكيد ضعف بالغضم واحد اثنان ممكن يصير يزيد عنا الدبريشن ثلاثة ممكن يأثر على ضغط الدم ويزيد ضغط دمنا اربعة ممكن يؤثر على السكر ويزيد معدل السكر عنا بدمنا لتحافظ على صحتك شوف معدل الفيتامين دي عندك هل هو بالنورمال فاليوز او لا النورمال فاليوز معدل الطبيعي تبع الفيتامين دي هي مباني 30 نانو جرام بر ميلي لتر لخمسين نانو جرام بر ميلي لتر حافظ على صحتك شوف الفيتامين دي عندك هيدا كم موضوعنا لليوم اذا حبيتو فيكن تعملوا شيروا لايك وسبسكرايب واذ عابلكن جاوبكن عن اي اسئلة فيكن شاركونا ارأكن بالكامل